المراهلات القديمة الجديدة التي لعبت بها وما زالت القوى المتطرفة أصبحت أوراق محروقة لا قيمة لها ولا تستطيع أن تؤدي أي غرض مرجو منها الكل يدرك أهمية وخصوصية وخطورة هذه المرحلة وتجلياتها وتداعياتها فهناك البعض من يحاول أن يرى أن داعش ما زال قويا وأن هذه المنظمات وهذه الخلايا تنشط وتنشطر وتستطيع أن تحقق شيئا هنا أو هناك لأنه البعض لديه أغراض مريضة ويحاول أن يختبئ بهذا ويختبئ بذاك لأنه لا يقوى أن يحيا تحت الشمس والمؤسف أن البعض صار يتشبه بداعش بسلوكياتها وبأفعالها لتصفية حسابات قديمة ظلا منه أن الأمور لن تتكشف ولن تعرف ولكن من هؤلاء وهؤلاء نقول أن مثل هذه الأفعال الأجرامية الخطيرة والقدرة يذهب ضحيتها ناس أبرياء فقراء لا حول ولا قوة لهم ومن يقرر أن يكون داعشيا أو يتشبه بداعش ويعتقد أنه في لحظة من اللحظات يستطيع أن يحقق نصرا ولو محدودا فنقول له أسأل من كان أشطر منك القوات الأمنية العراقية صاحبة المنجزات الكبيرة والعظيمة والعالية والمخيفة والمشرفة لها وقع في الميدان وليست في محل تجربة لهذا التنظيم أو لذلك القطيع الضال المرتبط بخارج الحدود أسأل أهلكم وآباءكم ومن سبقكم أيها المتطرفون وأيها العملاء أي قدر ستواجهون في لحظة تقررون أن تواجهوا هؤلاء اليوث وهؤلاء الأبطال الذين كتب لهم الميدان نصرا بأعز واغل الحروف العراقيون الأبطال في القوات الأمنية بكل مسمياتهم عندما يقاتلون بسم الله وبسم الإنسانية وبسم الشرف وبسم الحليب اللي يرضعوه ما معقول مجموعة من الجرذان هنا وهناك اختبأوا في هذا البيت واختبأوا في ذلك البيت وتحت هذا الشعار وتحت ذاك الهدف ينتصرون على التاريخ وعلى بطولة وعلى رجولة وعلى قيادة فلذلك ما حصل في شمال العراق في الأقليم في كاركوك في البصرة كان عملا قدرا وأنا متأكد قريبا ستتكشف الحقائق وسنرى الذين كانوا يفعلون مثل هذه الأفعال أي مصير سينتظرهم واليوم أنا أعجبت كثيرا بجولة السيد الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة عندما ذهب إلى مناطق التي حصل فيها اعتداءات إرهابية نعم هذا لا يعفي القيادة العام للقوات المسلحة من مسؤوليتها أن هناك خللا أو عدم التنسيق حصل هنا أو هناك أو خروقات حصلت لكن الذي يجب أن القائد دائما يجب أن يكون في الميدان لأنه بعض الأحيان النقل لا يكون كما الحقيقة والقائد ما لازم يقول النار كل قاعد بالمكتب ويمة أوراق ويودون للبريد ويجبون للبريد القائد الذي يحضر الفاتحة القائد الذي يشارك الناس أحزانها يشارك همومها حتى نفهم أنه هو جزء من هذا ولذلك يا سيادة القائد العام بالقوات المسلحة أنت مطالب بإسم دماء كل الشهداء أن تكشف مثل هذه الجرائم ومن يقف وراءها ولديك جيش ولديك أبطال ولديك رجال يستطيعون أن يحققوا هذا الهدف النبيل داعش الذي يحاول أن يستند على ماكنة إعلامية قذرة لكي يقول نحن هنا لا أنا باسم الجيش العراقي وباسم العراقي للأبطال وباسم المقاتلي الحشد وباسم البيش مرقة وباسم الشرطة الاتحادية وباسم كل مسميات القوات الأمنية العراقية أقول لهؤلاء الجرذان والله لن تساووا عندنا هفطة عنز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة